كل الشكر والتقدير اللي عبت الزمالك الرجالة بمعنى كلمة رجالة كل الشكر لمستر فريرا وكابتن أسامة نبيه وكابتن أحمد عبد المقصود والكابتن أيمن طاهر والدكتور محمد أسامة والطاقم الإداري والطاقم الطبي والعلاج الطبيعي والتدليك والمساج والتغذية كل الشكر ليه وكل الشكر لأمير مرتضى منصور يمكن أنا شفت لقاء أمير مرتضى منصور مع الزميل الإعلامي إبراهيم فيق يعني شفوا شفوا الرقي في الكلام كل كلمة محسوبة كل كلمة طلع بميزان تحس كده فيه نوع من العقل والاتزان النفسي والزهني والتركيز في كل كلمة بتطلع يعني شخصية إدارية نجحة غير إن والده رئيس نادي الزمالك أكيد بيديله يعني قوة وسابورت ودفع للأمام لكن هو شخص ناجح عشان كده كل ما يكون متواجد لازم الزمالك بياخد بطولات كل ما يكون متواجد في منصبه الزمالك بياخد بطولات وكل الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل فرض فرض وعلى رأسهم طبعا رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك مبارح كمان استطاع إنه يحافظ على فارق النقاط كما هو خصوصا النادي الزمالك لأول مرة بيلعب لقاءه بعد لقاءي بيراميز والأهلي بيراميز كان بيلعب ساعة ستة ونص الإسماعيلي في الإسماعيلية والنادي الأهلي بيلعب الجونة في استاد السلام المطشين كانوا ساعة ستة ونص خلصوا تمانية ونص الزمالك بيلعب أمام السموحة في ظل نقص عددي شديد إحنا بنتكلم أول مرة يتم الإعلان رسميا وقلتلكوا الكلام ده في قناة نادي الزمالك افتكروا كلامي هيجي وقت أشرف بن شرقي مش هيكمل آخر 8-9 مطشاط فاكرين كلامي وفيه لعيبة برضو مش هتكمل وفيه لعيبة عقودة هتنتهي وده اللي حصل مع رزق سي سي وده اللي حصل مع أشرف بن شرقي وده اللي حصل مع أوناجم وده اللي حصل مع طارق حامد وده اللي حصل مع أبو جبل إما جيت هنا كمان في موضوع طارق حامد كنت دايما يا جماعة ما بحبش أجمل الصورة رغم من قناة نادي الزمالك يعني ممكن بقى نقعد إيه نقول لا أنا دايما بحب أكون صادق وحقني معكم أنا قلت لكم طارق حامد يعني لو هو مسافر 50 يوم هيسافر على حسابه 50 يوم أسبانيا هيعمل علاقة طبيعية على حسابه كل ده على حسابه تذاكر إقامة كل ده على حسابه حاجة غريبة على الأموم أنا بحبش أبصي تحت رجلية الأيام اللي جاية هنعرف الدنيا رايحة لفين وحصل أهو النهاردة رسميا بيتم تقديم طارق حامد لكلاعب جديد في نادي اتحاد جدة السعودي ويقال أنه حصل على خمسة مليون دولار في سنتين يعني عرض مغري بصورة كبيرة جدا 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 يعني عرض مغري بصورة كبيرة جدا ويمكن طارق كمان في الصحف السعودية بتؤكد أنه هو متفق وماضي من 3 شهور فاته فأنا يعني إحنا بنكون صادقين معاكم وبنقول لكم المعلومة الحقيقية أنتو متخيلين يا جماعة أنتو متخيلين نحن نفكر مع بعض كده أن نادي الزمالك داخل السنة دي وهو ممنوع من القيد ممنوع من القيد وداخل السنة دي وهو معاه لجنة مؤقتة قبل بداية الموسم المفروض اللجنة المؤقتة دي قبل بداية الموسم نحافظ بقى على اللعيبة اللي موجودة وما نمشيش حد خالص لأن لو مشينا إحنا مش هنعرف نأيد في ينار كمان وإحنا بنلعب على مطولات فتخاله نادي الزمالك وهو داخل الدوري السنادي وداخل أفريقيا وداخل كاس مصر الأديم الجديد وعايز كمان منساش أشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لأنه أصر على عودة كاس مصر القديم اللي كان في طريقه للإلغاء فاكرين وكان الجزء الأكبر إن إحنا نلغي الكاس القديم وبتددنا نتكلم إش معنا الدوري اللي كان فاضل فيه 18 أسبوع دوري كورونا يرجع وفاضل ممكن نخلص الدوري الكاس مصر القديم في أسبوع وده كلام وما ينفعش وعشان الزمالك خلاص بقى قريب من النهائي والأهل هيلاعب بيراميز وقلنا الكلام دوت وأصرينا واستجابة اتحاد الكورونا بنصر برئاسة أستاذ جمال العلام وعادة كاس مصر ولعب الأهلي مع بيراميز وكسب بيراميز ولعب الزمالك مع أسوان وكسب أسوان بصعوبة وبتقلق غير طبيعي لنجمينة محمد عواد في هذا اللقاء ولعب الأهلي مع بيتروجيت ووصل المورانية وكسبنا النادي الأهلي طبعا ما تكسب النادي الأهلي في نهائي الكاس بيبقى ليه طعم مختلف يعني حتى لو بيراميز كان كسب الأهلي وكسبنا بيراميز في النهائي لا الفوز على النادي الأهلي ليه طعم مختلف لأنه دول أكبر ناديين في مصر فده لازم نثني على الإدارة اللي بتدور على حقوق النادي وعلى الإدارة اللي أصرت على عودة الكاس القديم بل كمان هددت بالانسحاب من الكاس الجديد لو الكاس القديم ما تلعبش ولعبنا الكاس القديم وخلص ولعبنا الكاس الجديد وكسبنا الدخلية بالعافية وشوفنا قرعة كاس مصر موديانة لفين وفين الفرق اللي معانا ومين الفرق اللي موجودة الناحة التانية يعني الزمالك هلاب الإسماعيلي وبعد كده عنده في طريقه بيراميز وعنده في طريقه أعتقد الفكروني يا جماعة المصري والناحة التانية في طريق النادي الأهلي مصر المقصة وقفر الشيخ ومنتخب السويس مع كل احترام والتقدير يعني أنديا بتلعف دولة الدرجة الأولى به وأنديا يعني والجونة والنحة التانية عندنا أمبي والبنك الأهلي يعني كل الفرق القوية راحت في كاس مصر ساعتها الإسماعيلي قرر أن ينسحب ثم عاد مرة أخرى فاكرين القصة لي